عندما يعجز الحل مع الوكلاء فاذهب للمحرك المباشر واختصر المسافة من الجندي إلى القائد ومن يقود الميليشيات غير خامنئي على عجل وبشكل مفاجئ زار عبد المهدي طهران أو استدعي إليها ولثلاث ساعات فقط سمتها حكومته مباحثات ويسميها معارضه أوامر وطلبات في يد عبد المهدي ملفات لا يحسمها غير المرشد الإيراني الذي يدين له بالولاء خلق كثير من الميليشيات المنتشرة في العراق تلك التي ترفض وتتمنع عن تنفيذ قرار الحكومة بدمجها بالقوات المسلحة بمهلة تنتهي في غضون أقل من أسبوع وفد أمني وعسكري رافق عبد المهدي في الزيارة التي تسربت أجزاء من مضمونها فيقول مسؤول حكومي لصحيفة العرب الجديد إن عبد المهدي تحدث في طهران عن رفض بعض الميليشيات وتحايلها على قرار دمجها بالجيش فطلب الرجل مباشرة إخضاع الميليشيات لقراره وبين سطور شكاية عبد المهدي هذه من الميليشيات لإيران إن عدم أي سلطة له عليها فهي تكشف بصورة أوضح إلى أي مدى بات العراق حديقة أمامية لإيران فهذا رئيس وزراء دولة يطلب من أخرى إخضاع مسلحين في أرضه لقراراته ملف الزيارة الآخر ربما تكشفه الدلالة الزمنية لها فهي تأتي بعد أن تصاعدت حرب الناقلات وبات مضيق هرمز محاطا بالمتصارعين فيه وعليه فتحدثت بعض المصادر بأن عبد المهدي حمل رسالة من بريطانيا بشأن ناقلتها المحتجزة هناك وبصرف النظر عن دور ساعي البريد الذي كلف به عبد المهدي فإن السياق الحديث ومكان الحكومة من مربعات المحاور تؤكد ما قيل إن الرجل طلب تخفيض مستوى التصعيد بين طهران وواشنطن في العراق خوفا على حكومته التي تبدو الطرف الأضعف في القصة وربما ضعفها في أرضها انعكس على صورتها في واشنطن بعد رفض ترامب لقاء عبد المهدي وذلك سبب دفع لتأجيل زيارته عدة مرات في المحصلة لا يبدو أن الزيارة لها وزن إقليمي فقد جرت العادة أن مواقف الأقوياء تسير بمعزن عن الضعفاء ومن كان يتوقع أن يكون العراق يوما بصف الضعفاء ربما هي ضريبة الاحتلال والسكوت معا